تصادف اليوم الثكرة السادسة لثورة الخامس والعشرين من يناير التي اندلعت احتجاجا على الأوضاع البعيشية والسياسية والاقتصادية في ظل حكم الرئيس السادق حسني مبارك إلا أن مصر وبعد ست سنوات على انطلاق الثورة ما تزال تعاني من أوضاع اقتصادية وسياسية صعبة ومشاكل أمنية لسيما في شبه جزيرة سيناء وقد سادت حالة من الهدوء في شوارع القاهرة والميادين الرئيسية في المحافظات وسط اجراءات أمنية مكثفة تحسبا لأي مظاهرات الذكر السادسة لثورة الخامس والعشرين من يناير الحدث الأبرز في تاريخ مصر المعاصر والذي ما زالت التداعياته مستمرة ساهم نجاح الثورة في تونس في انتقال الحماس إلى مصر بدأ النشطاء المصريون أكثر شجعت نفيس مع صوتهم وخصوصا بعد أحداث تفجيرة كنيسة القدسين ومقتل سيد بلال وخالد سعيد على يد قوات الشرطة ومع ازدياتي وثيرة الاعتقالات والقمع دعا النشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي الشعب يوم الخامس والعشرين للخروج والمطالبة بإسقاط النظام فكان هذا الشعار لم يسكت النظام فكان القمع والتنكيل بالمتظاهرين حاضرا عند السادسة من مساء الجمعة 11 من فبراير أطل نائب الرئيس عمر سليمان ببيان مقتضب ليعلن تخلي مبارك عن الحكمة تخليه عن منصب رئيس الجمهورية نقلت قيادة البلاد إلى المجلس العسكري بقيادة تنطاوي الذي أعلن أنه سينهي حالة الطوارئ فور انتهاء الظروف الراهنة القوى السياسية التي شاركت في التظاهرات قبل تنحي مبارك أعلنت عن استمرار الثورة حتى تحقيق الأهداف الاجتماعية التي قامت من أجلها في السابع من إبريل عام 2012 حزب الحرية والعدلة الجنح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين يرشح محمد مرسي لخوض انتخابات الرئاسة في نهاية لسان إبريل من عام 2013 انطلقت حركة دامبرود تطالب بانتخابات رئاسية مبكرة وتدعو إلى صحب الثقة من مرسي وإلى مظاهرة يوم الثلاثين من حزيران يونيو تمرد واجه حراك شعبي مساند للشرعية اتخذ من ميدان رابع والنهضة مركزا له وفي الثالث من يوليو تموز يتدخل الجيش الذي كان يقوده الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي ويعزل الرئيس المنتخب محمد مرسي ويهاجم المعتصمين في ميدان رابع والنهضة حتى يفق الاعتصام يحل السيسي البرلمان المنتخب ويحيل كل قيادات الإخوان وفي مقدمتهم مرسي إلى محاكمات أوصفها الكثير من المنظمات الدولية بأنها محاكمات سورية أحكام بالمؤبد والإعدام صدرت بالجملة بحق قيادات الإخوانة وخارج المحاكم يستفرد السيسي بالسلطة يمنع التظاهرات يقضي على كل معارضيه ويختار برلمانا يصفق لكل قرارته اشتركوا في القناة